أكد رئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن مؤتمر إيجيبس 2022 يعقد في لحظة فارقة لمصر وأفريقيا والعالم أجمع فيما تعلق بملفي الطاقة وتغير المناخ وأشهد رئيس وكالة الطاقة الدولية خلال كلماته بمؤتمر إيجيبس 2022 بما حققته مصر على مدى السنوات الماضية باعتباره أمر ملفت ومبهر كذلك لفت بيرول إلى أن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ مسؤولية كبيرة هي أهل لها كذلك أعرب رئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية عن تطلعه لانضمام مصر للوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك